السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم طلاب الأعزاء طلاب الصف الرابع اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بدرس القراءة ابن الهيثم افتح الكتاب عزيز الطالب صفحة 46 واستمع لقراءة الدرس ابن الهيثم ولد الحسن بن الهيثم في مدينة البصرة في العراق سنة 354 للهجرة في عصر ازدهرت فيه العلوم المختلفة درس الهندسة والبصريات وقرأ كتب من سبقوه من علماء اليونان والمسلمين كان مرجعا لأهل عصره في عدة علوم على الرغم من وجود صفوة من كبار علماء العصر سمع الحاكم بأمر الله في مصر بمقولة ابن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل ليصبح صالحا للري في أوقات السنة كافة فاستدعاه إلى بلاطه وأمده بما يريد للقيام بهذا المشروع لكن ابن الهيثم بعد أن حدد مكان المشروع أدرك استحالة إقامته لعدم توفر الآلات والمعدات المناسبة في ذلك الوقت فاعتذر للحاكم بأمر الله الذي كان يأمل منه الكثير ولكن فكرته أصبحت حقيقة ماثلة حين أقيم السد العالي في المكان نفسه في العصر الحديث نبغى ابن الهيثم في طب العيون وشرح العين تشريحا كاملا وسمى أجزاءها بأسماء ما زال بعضها مستعملا حتى اليوم والآن ننتقل إلى شرح الدرس أولا من هو ابن الهيثم؟ ابن الهيثم هو عالم عربي مسلم قدم إسهامات في العديد من العلوم منها علم الرياضيات البصريات الفيزياء والفلك والهندسة وطب العيون أين ولد ابن الهيثم؟ ولد الحسن بن الهيثم إذن اسمه الحسن بن الهيثم أين ولده؟ في مدينة البصرة في العراق في أي سنة ولد ابن الهيثم؟ سنة 354 للهجرة إذن مكان الولادة؟ ولد في مدينة البصرة في العراق وسنة الولادة سنة 354 للهجرة العصر الذي ولد فيه ابن الهيثم كان عصر ازدهرت فيه العلوم المختلفة ما معنى ازدهرت؟ بمعنى تطورت إذن العصر الذي ولد فيه كان عصر متطور في عدة علوم درس الهندسة والبصريات البصريات جاءت من كلمة البصر أي درس شيء يخص البصر والعيون وقرأ كتب من سبقوه إذن كان ابن الهيثم كثير القراءة فالقراءة غذاء للروح والعقل فكلما قرأ الإنسان ازداد علمه فابن الهيثم قرأ كتب لعلماء اليونان والمسلمين وكان ابن الهيثم العلماء يرجعون إليه ليستفيدوا من المعلومات التي لديه لأنه يعد من كبار علماء عصره إذن يعد ابن الهيثم من العلماء المتميزين الذين برعوا في ذلك العصر الآن هنا لدي قصة حصلت بين حاكم في مصر والعالم ابن الهيثم هذه القصة هو أن الحاكم بأمر الله في مصر سمع بمقولة ابن الهيثم عن قدرته على تنظيم أمور النيل والنيل هو نهر موجود في مصر فليصبح هذا النهر صالحا للرأي في أوقات السنة كافة إذن هذه فكرة من ابن الهيثم سمعها حاكم في مصر ماذا فعل الحاكم؟ طلب من ابن الهيثم الحضور إليه وأمده بما يريد للقيام بالمشروع إذن زودوا بكافة المستلزمات لكي يقوم بهذا المشروع الخاص بنهر النيل لكن ابن الهيثم اعتذر من إقامة المشروع لأن نجح هذا المشروع أمر أشبه بالمستحيل لماذا يا ترى؟ لماذا اعتذر من إقامة المشروع وقال أن هذا المشروع مستحيل إقامته استحالت إقامته في ذلك الوقت لماذا؟ لأن الأدوات والمعدات التي كانت موجودة في ذلك الوقت كانت بدائية جدا ما يعني بدائية؟ أنها غير متطورة فاعتذر للحاكم بأمر الله لكن هذه الفكرة بقيت بعدما تطورت الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع ماذا فعلوا العلماء في العصر الحديث؟ قاموا بإنشاء هذا المشروع حيث إقيم السد العالي في المكان نفسه في العصر الحديث إذن الفكرة أصبحت حقيقة مثلة إذن حقيقة على أرض الواقع في العصر الحديث عندما توافرت المعدات والأدوات اللازمة لإنجاح هذا المشروع وفعلا نجح وأقيم السد العالي في المكان نفسه في العصر الحديث أخيرا يذكر لنا بعض الأمور اللي اتفوق وبرع فيها ابن الهيثم حيث برع في طب العيون وشرح العين تشريحا كاملا إذن ابن الهيثم برع في طب العيون وماذا فعل؟ قام بتشريح العين تشريحا كاملا وقام بتسمية كل جزء منها بأسماء ما زال بعضها مستعملا حتى اليوم إذن الأجزاء اللي سم فيها العين ما زال بعضها مستعملا حتى يومنا هذا نأتي الآن يا رابع إلى المعاني إذ دهرت بمعنى تطورت صفوة من كبار علماء العصر بمعنى مجموعة متميزة مرجعا لأهل عصره بمعنى أنهم يرجعون إليه في العلم والطب يعني يأخذون منه المعلومات العصر أي الزمان تنظيم بمعنى ترتيب كافة بمعنى جميعها استدعاه بمعنى ناداه أمده زوده أدرك عرفة أو علمة استحالة عدم القدرة يأمل بمعنى يرجو وماثلة بمعنى جاهزة ونبغة بمعنى برعة أما الأفكار الرئيسة التي وردت في درس ابن الهيثم أولا تقدير علم ابن الهيثم ثانيا صاحب فكرة تنظيم مياه النيل لهو ابن الهيثم وقلنا أنه لم يتمكن من القيام بها لماذا؟ لعدم وجود الإمكانات والمعدات اللازمة ثالثا أصبحت فكرة ابن الهيثم حقيقة عندما توافرت المعدات فأقيم السد العالي في العصر الحديث ننتقل الآن إلى الاستخراج نستخرج من درس ابن الهيثم أولا فعل ماضي ولد درس كان سمع نبغ جميعها أفعال ماضية حرف جر واسم مجرور في مدينة في حرف جر ومدينة اسم مجرور في عصر في حرف جر وعصر اسم مجرور على الرغم على حرف جر والرغم اسم مجرور همزة قطع أربع أمده أقيم راحظوا همزة القطع همزة وصل ازدهرت وكلمة استحالة لام قمرية العصر الحاكم المكان الحديث لام شمسية النيل السنة السد جمع تكسير علماء وكلمة أوقات تدل على جمع حرف عطف الواو والفا وأيضا من حروف العطف ثم وا أو فعل مضارع يريده فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم طلاب الأعزاء أريد من كل طالب وطالبة أن يختار فقرة أو جزء من درس ابن الهيثم ويقوم بتصوير فيديو وهو يقرأ بشكل سليم وأيضا أريد منكم أن تقوموا بنسخ الدرس على الدفتر بخط واضح وجميل وشكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر